وقع الرئيس الامريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون وثيقة وصفها ترامب بالشاملة والمهمة بعد اجتماعين سابقين في جزيرة سانتوسا بسنغافورة واخلال القمة التاريخية بين ترامب وكيم اعلن الرئيس الامريكي بانه يتطلع للعمل مع زعيم كوريا الشمالية للوصول لنجاح المنشود موضحا ان لديه علاقات ممتازة مع الزعيم الكوريا الشمالية من جانبه عبر كيم عن رغباته في تطوير تعاون وثيق مع ترامب مؤكدا استعداده للعمل بشكل وثيق على الرغم من الصعوبات والعقبات المحتملة وفي مؤتمر صحفي عقب القمة التاريخية اعرب الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن استعداده لفتح صفحة جديدة مع كوريا الشمالية مؤكدا التزام كيم بنزع السلاح النووي بشكل يمكن التحقق منه اوضح ترامب ان العقوبات على كوريا الشمالية ستبقى في الوقت الحالي مشيرا الى انه سيتم رفع العقوبات عن بيونغ يانجا عند التأكد من نزع السلاح النووي بشكل كامل واصرح الرئيس الامريكي انه يعمل على اعادة الجنود الامريكيين من كوريا الجنوبية موضحا ان المناورات العسكرية مع السولة تكلفتها مرتفعة للغاية اشتركوا في القناة